هتخرج من الفيديو ده وانتي عارفة انواع واسباب التراهل اللي بيحصل في الجسم وهتعرفي ازاي تعالجيها وتتخلصي منها هقولك في نهاية الفيديو على التمارين المناسبة لشد الجسم كله بدون استخدام اي ادوات وبطريقة جديدة وممتعة مش بتاخد منك اكتر من نص ساعة تقريبا ما تنسيش بس قبل ما نبدأ الفيديو تعملي لايك وتشاركيه مع صديقة بتحبيها واتبعينا فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتويتر وبوعدك انك هتستفيدي باي فيديو هننشره ومش هنضيع من وقتك التراهلات اللي بتحصل في الجسم نوعين النوع الاول تراهلات دهنية ودي تراهلات بتكون نتجة من زيادة نسبة الدهون في الجسم نتيجة الدهون الزيادة بتلاقي تانيات في الجسم وتلاقي الجلد مدلل ومش مشدود زي التانيات اللي بتكون في البطن والضهر او التراهل اللي بيكون في الدراع والسدي والافخاد النوع التاني تراهلات جلدية النوع ده من التراهل بيكون عبارة عن جلد خفيف وفيه كرمشة وما بيكونش تحده نسبة دهون كتيرة والتراهل ده بيظهر نتيجة انك نزلتي وزن كبير من جسمك في وقت قصير زي اللي بيحصل بعد الولادة أو بيكون نتيجة اتباع ضايت قاسي خصيتي فيه وزن كبير وليكن مثلاً 20 كيلو وقته قليل جداً زي شهر أسباب التراهل وعلاك كل سبب السبب الأول السمنة وزيادة نسبة الدهون في الجسم ما حبيتش عبر عن السبب ده بكلمة زيادة الوزن لأن ما فيش وزن معين يتقال عليه وزن مثالي أو كده الجسم بقى مثالي الجسم المثالي فعلاً هو اللي فيه نسبة دهون من أقل من 16% لأقصى حاجة 22% من وزن جسمك هتعرفي جسمك فيه دهون زيادة ولا لأ من ملايتك لو لقيت كتل الدهون متجمع على بعضها وتقدر يتمسكيها في ايدك فكده انت عندك دهون زيادة ولازم تتخلصي منها طب الحل ايه؟ الحل انك تعملي نظام غذائي يحرق الدهون دي وتعملي تمارين تزود الحرق وتأول عضلات هسيب لك اللينك بتاعه في أول تعليق تحت الفيديو السبب الثاني النزول المفاجئ في الوزن لما تقرري تعملي دايت يبقى لازم تنزلي وزنك تدريجي مش بس عشان تحمي الجلد من التراهل ده كمان عشان تحافظي على صحتك وبشرتك وشعرك وكمان عشان تقدر تستمر في الدايت وتقدر تحافظي على النتيجة اللي هتوصل لها الحل انك تعملي نظام غذائي اللي يخليك تقللي من وزنك بمعدل من نص كيلو لكيلو إسبوعيا كحد أقصى يعني لو خستي في الشهر 3 أو 4 كيلو دي هتكون نتيجة ممتازة وما تستعجليش على النتيجة لما تنزلي 20 كيلو من وزنك في 6 شهور دول صعب يرجعوا تاني لكن لو نزلتيهم في شهر هيرجعوا بسرعة ويمكن بوزن أكبر فقللي من سعراتك حوالي 500 سعر حراري والمهم ما تقلليش عن 1200 سعر حراري يوميا ورقب النتائج ومعدل نزول جسمك السبب الثالث طول الفترة اللي بيحصل فيها تمدد للجلد يعني اللي جلدها تمدد وفضلت على الحالة دي سنين مش زي اللي جلدها تمدد شهور زي مثلا شهور الحمل أو زيادة وزن الفترة قليلة الحل انك ما تسبيش نفسك لزيادة الدهون المستمرة خلي دايما في جرز انذار في عقلك وكلما تلاقي دهونك زادت نزليها فمهما كانت الأسباب خلي القعدة الأساسية ان الأكل الصحي المتوازن والرياضة هي أساسيات حياتك وان إهمالهم هو الاستثناء والغير طبيعي في حياتك على طول رجعي للحياة الصحية وللرياضة تاني اللي هتحفظ بيهم على شبابك الداخلي والخارجي طول حياتك السبب الرابع العوامل اللي بتأثر في مرونة الجلد الجلد بتاعنا مكون من مادتين مادة الكولاجين ومادة الإيلاستين ودول مسؤولين عن نظرة الجلد والمرونة بتاعتك فأي عامل بيسبب نقص في المادتين دول بيكون سبب في إن مرونة الجلد بتقل وبالتالي الجلد مش بيرجع مجدود تاني لطبيعته لو حصلوا تمدد بسبب زيادة الدهون مثلا وبعد كده قللتي نسبة الدهون وقتها هتلاقي نسبة تراهل لإن الجلد مش بيكون مرن زي الأول بسبب العوامل دي من العوامل اللي بتأثر على مرونة الجلد واحد قلة شرب الميا بتزود من معدل الجفاف وبالتالي بتقلل من مرونة الجلد فلازم أشرب مياه كفاية خلال اليوم بما يعادل 30 ميلي لتر لكل كيلو جرام من وزنك 2- تقدم السن وده طبيعي مع تقدم السن بيقل الكولاجين والإلاستين اللي في الجسم وعشان كده مهم تاخذي كابسولات كولاجين وكمان تهتمي بالأطعمة الغنية بالكولاجين واللي أشهرهم شربة عضم البقر هتلاقي العضم ده بسهولة جدا في أي محل جزارة 3- قلة التعرض للشمس وده برضو بيأثر على نظرة الجلد بسبب نقص فيتامين دال 4- نقص فيتامين سي وده لأن الكولاجين مش بيتصنع في الجسم إلا في وجود فيتامين سي فاهتمي بأكل الأطعمة الغنية بفيتامين سي زي اللمون والبرتقان والجوافة والكيوي والأفوكادو السبب الخامس عدم ممارسة الرياضة بس قبل ما تتمرني افهمي نوع الرياضة اللي هتحل مشكلتك انت محتاجة تحافظي وتبني عضلاتك علشان الجلد يبقى مجدود عليها وكمان محتاجة تنزلي من الدهون اللي في جسمك وعشان يكون في تجديد في نظام التمرين اللي بنعرضه في الفيديوهات المرات دي هنتمرن هيت كارديو بطريقة التبات الطريقة دي حلوة جدا وقتها قليل وبتحرق سعرات كتير وكمان بتأوي العضلات بتعتمد على اختيار 8 تمارين كل تمارينة بتعمليها 20 ثانية بأقصى سرعة وبترتاحي 10 ثواني يعني مجمل 8 تمارين هيكون 4 دقايق وبكده تكوني عملتي مجموعة واحدة فابدقي معايا التمرين مشرح التمرينة في 10 ثواني وهنعد مع بعض 20 ثانية تجيبي فيهم العدات اللي تقدري عليها وهتعمليهم بأقصى سرعة التمرين الأول موانتين كلايمبر حركي رجلك بالتبادل أدمك مع المسر للأرض وهو بيتحرك ظهرك ثابت مش بيترفع لفوق بطنك مجدودة وارقابتك مرفوعة التمرين الثاني سوبرمان اكسرسايز نامي على بطنك ارفعي ايديك ورجلك لأعلى نقطة ممكن تقدري توصل لها اثبتي من 3 ل 5 ثواني نزلي ايديك ورجلك بالراحة التمرين الثالث نامي على ظهرك واتني رجلك رفعي وسطك لفوق ببطء اثبتي ثانية وعصري العضلات انزلي تاني لتحت البطء التمرين الرابع جامبينج جاك بلانك خضي وضع البلانك افتحي رجلك وضميها تاني بسرعة حفظي على بطنك مجدودة أثناء التمرين التمرين الخامس ايدك تحت كتفك بالزبط كتفك وضهرك والأفخاد هيكونوا على استقامة واحدة انزلي واطلعي وبطنك مجدودة التمرين السادس انزلي بوستك لتحت حفظي على ظهرك مفروض اضغطي ثواني على عضلات الأفخاد قومي بوستك تاني لفوق التمرين السابع خلي ايدك ورا راسك سندر أبتك حركي رجلك بالتبادل شدي عضلات بطنك أثناء التمرين التمرين الثامن انزلي بالتبادل رجل ورا رجل اعملي زاوية 90 درجة عند رجبتك اثبتي ثواني التحت لتضغطي فيها على عضلات الأفخاد خلصي التمن تمرين في 4 دقايق وكده تكوني عملتي مجموعة واحدة ارتاحي دقيقتين وقرريها وشوفي هتقدري تعملي كم مجموعة ميزة الطريقة دي في التمرين انك بتخلصي تمرينك بسرعة يعني الخمس مجموعات هتعمليهم خلال نص ساعة بالكتير اعملي التمرين دي 3 مرات في الأسبوع يوم بعد يوم واطلحظي نتائج اكيد بعد فترة قصيرة لو انت ملتزمة بالتغذية المناسبة لك ما تنسيش بس اعملي لايك واتبعينا فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتويتر وبوعدك انك هتستفدي بأي فيديو هننشره ومش هنضيع من وقتك